وخلال القمم غدا في المملكة العربية السعودية وما هو المطلوب عربيا وإسلاميا في هذه اللحظة الحرجة والفارقة من تاريخ الشعب الفلسطيني والمنطقة هل قررتم قرأنا اليوم تصريحات أنه لا تبادل للأسرة الآن لما يوقف إطلاق النار نبقى أنه تبادل للأسرة هل هذا صحيح؟ نحن نتحدث عن مفاوضات هذه المفاوضات لا زالت جارية أي عملية تبادل تتطلب وقفا لإطلاق النار أو ما صلح على تسميته الأدن وهذه لها متطلباتها التي يجري بحثها ونأمل أن يتم التوصل وأن تنتهي هذه الأمور بما يلبي متطلبات الشعب الفلسطيني وإحتياجاته وبما يعزز مصلحة حياة شعبنا وقضيته السياسية ولكن لن تتبادلوا الأسرة إلا في حال وقف إطلاق النار هل هذا كلام صحيح الذي قرأناه منذ ساعتين؟ يعني لا يمكن أن يتم عملية تسليم أي محتجز أو أي أسير بظل إطلاق النار يعني هذا يتطلب عملية وقف لإطلاق النار أو على الأقل الأدنة لإمكانية إجراء عملية المبادلات أو التبادل سستار ما يوم معاك سمعك فاندي مكمل نعم نعم أنا أقول أن أي عملية تسليم أو أي عملية نقل للمحتجزين وأي عملية تبادل هذه تتطلب بالتأكيد أنها يكون هناك عملية إطلاق النار لأن هذا يعرض أصلا حياة المحتجزين للقطر ويعرض الجميع للقطر وبالتالي هناك متطلبات من بينها قضية الهدنة وإطلاق النار والكثير من القضايا التي يجري بحثها في الإطار الذي يقوم بالوساطة لإنجاح هذا الأمر والذي نأمل أن يتم بدون مماطلة من الاحتلال الإسرائيلي أكيد الأستاذ طهر النون والمستشار الإعلامي لرئيس مكتب السياسي لحركة حماس بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الناس عندها أمل في القمة غدا الأمل دايما موجود أنا عارف فيه ناس كتير بتقول يا جماعة القمم العربية دي ما بتعملش حاجة لا ضروري بكرة أنه العالم يفهم أن إحنا عندنا رفض واضح عنيف قوي لهذا الأمر ويجب أنه بكرة يكون فيه الحد الأدنى ترجمة نانسي قنقر